النهاردة استغربت جداً كنت بتابع التحقيق اللي حصل مع ديفيد كاميرون في مجلس العموم البريطاني من لجنة الشؤون الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط والجمال الأفريقية فلما سئل عن إنه هل يرى إنه ما يحدث في فلسطين وشكل ماشكال إبادة جامعية قال لأ طب هل ترى إنه الجانب الإسرائيلي يخرق القانون الدولي الإنساني قال لهم لأ فأنا استغربت جداً لأ إزاي؟ في حين إنه أغلب دول العالم بتقول العكس ليه إنجلترا بالتحديد لو أنا حبيت أن أنا أفصلها في قرارها عن الاتحاد الأوروبي لإنجلترا بالتحديد واخد هذا الاتجاه؟ كلما اقتربت من أمريكا كلما هتلاقي الموقف أقرب لتجاهل مخالفات إسرائيل وطرح حجر بيه وحدي دفلك مثال آخر زي أنا تقولت بالضبط تحدث للتحاد الأوروبي للجنة الأوروبية في برنامج في التليفيزيون أنا شفته الصحفي بيسأله بيقوله اللي حصل في غاز من إسرائيل لمخافة القانون الدولي آسف بيقوله ونجرجله اللي حصل من روسيا في أوكرانيا ده مخافة القانون الدولي دربوا المحطات وعملوا قال له قطر على مخالف قال له طيب اللي حصل في غاز لما سأقل دربت محطات الطاقة أو كذا ما في القانون الدولي لا قال له طيب إزايا أجمع في شي رود يعني تنقض واضح مرتبط بتوازن قوة والتوازن السياسي داخل البلد توازن السياسي داخل البلد لا زال في الغرب على الأقل لا زال مؤيد لإسرائيل أكتر من الجانب العربي والفلسطيني إنما فيه تحول ليس كافيا واعتمدش على إن التحول ده هيشيل القضية إنما فيه تحول وخصوصا من الشباب إن الحج الوهية القديمة إن إسرائيل دولة مهددة في ساحة خطرة وإن الخطر من شرقا وغربا وشمالا مع كل السنين دي واستمرار الاحتلال كل المدة دي وتباهي إسرائيل مرارا بإنها له يد طولي في أي مكان في المنطقة العربية معهم تبتلاش تفعل الشيء وتنفيه عمل أعملوها فإذن الشباب في الغرب بما فيها كثير من الشباب اليهودي لم يعد يقبل بقصة إن إحنا الضحايا مش معنى هذا إن وصلوا إلى إحنا بقى حنقير فلسطين طبعا